بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أهلا بكم أعزائي الطلاب وعزيزات الطالبات طلاب الصف الرابع الابتدائي فأهلا وسهلا بكم في درس جديد لمادة لغتي الجميلة ننظر معا طلابي وطالباتي موضوع الدرس الاسم المجرور بحرف الجر إذن في الحصة السابقة تعرفنا على جزء بسيط من درسنا أهداف درسنا اليوم نقرأ معا أن يتعرف الطالب على الاسم المجرور وتمييزه واستعماله إثنان أن يكتشف الطالب العلامة الأصلية للجر إذن درسنا بعنوان كان الإسم المجرور بحرف الجر أثبت تعلمي السابق أكمل الخريطة المعرفية الآتية لدينا خريطة معرفية نلاحظ أن الكلمة قسمت إلى ثلاثة إذن نتذكر أحسنتم أخذنا في الحصة السابقة أن الكلمة ثلاثة أنواع وأنواعها معا نعم اسم أحسنتم مثل الحديقة النوع الثاني نعم فعل نذكر مثال أي فعل أحسنتم إذن نذكر أي فعل قرأة يكتب أكل والنوع الثالث من أنواع الكلمة نعم نقول الحرف وذكرنا مثال من أمثلة هذه الحروف وكان على أبني تعلمي الجديد إذن سنبني ماذا تعلمنا الجديد ما اسم الحيوان الذي أراه في الصورة ننظر معا في الصورة نرى صورة لحيوان ماذا سنسمي هذا الحيوان ما اسمه نطلق أحسنتم نقول الحصان ماذا يفعل نرى ماذا يفعل هذا الحصان أحسنتم إذن نرى في الخلب هناك عربة يقوم نعم نقول يجر العربة إذن الحصان هنا يجر عربة وفي لغتنا العربية حروف الجر ستجر ماذا أحسنتم قنا الأسماء نلاحظ هنا الصورة وضعت عليها أنواع الكلمة أضيفت على الصورة السابقة معلومات في درسنا أتأملها ثم أجيب واحد أجمع حروف الجر المتناثرة على أجزاء الحصان وأدونها هنا إذن نعود معا إلى الصورة نريد أن نجمع ماذا؟ أحسنتم نريد أن نجمع حروف الجر نجمع معا إذن أحسنتم لدينا إلى على حرف اللام في ومن أحسنتم أيضا تبقى لنا حرفان عن و حرف ماذا؟ الباء إذن نقوم الآن بكتابتها معا إذن ستكون الحروف التي جمعناها إلى حرف اللام الباء على عن في وأخيرا من إذن هنا قمنا باستخراج ماذا؟ حروف الجر إذن الكلمات التي تجرها هذه الحروف أسماء هي أم أفعال؟ ما رأيكم؟ نتذكر قلنا في لغتنا العربية هناك حروف ستجر ماذا؟ نعم قلنا الأسماء العلامة الإعرابية للإسم المجرور هي ما هي العلامة الإعرابية؟ سنتم نقول ماذا؟ الكسرة ننتقل معنا هنا نلاحظ أن لدينا حروف جر في إلى عن من أريد أن أذكر بعض الأمثلة التي ستحتوي على هذه الحروف حرف الف في هنا أقول ماذا؟ إذن نبدأ من من سافرت من الرياض إلى جدة إذن نلاحظ أن حرف الجر هنا أحسنتم من والإسم المجرور أحسنتم إذن الريا وما العلامة التي ظهرت عليه؟ الحركة التي ظهرت على آخر حرف هنا أحسنتم الكسرة نذكر مثال على عن قرأت كتاباً عن معركة بدر إذن الحرف المجرور هنا أحسنتم عن والإسم الذي سيليه هو الإسم المجرور معركة إلى ممتاز من الجمل قد نقول ذهبت إلى المدرسة مع أبي إذن إلى المدرسة إذن إلى هنا حرف الجر والإسم المجرور المدرسة في حرف الأخير حسنتم من الأمثلة قد نقول أبي صلى المغرب في المسجد إذن هنا ذكرنا أمثلة لبعض حروف الجر إذن نريد أن نستنتج أنا وأنتم إذن حروف الجر ستأتي بعدها أسماء أطلقنا عليها ماذا؟ حسنتم الإسم المجرور وما علامة هذا الإسم؟ حسنتم إذن مجرور وعلامة جره ستكون الكسرة أحلل أكمل الجدول الآتي لدينا أمثلة نريد أن نحدد حرف الجر والإسم المجرور والعلامة الإعرابية لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره إذن نريد أن نستخرج الحرف الجر نلاحظ أنه ذكر الإسم المجرور ظهره وقلنا ما سيسبق الإسم المجرور من حرف هو حرف حسنتم حرف الجر إذن على وما العلامة الإعرابية؟ نلاحظ هنا الكسرة الجملة الثانية الاستغناء بالعمل خير من سؤال الناس إذن لدينا في جملتنا حرفين من حروف الجر الحرف الأول حسنتم ممتاز حرف الباء إذن أين الإسم المجرور؟ نعم قلنا الإسم المجرور هو الإسم الذي سيكون بعد حرف ألف العمل وما العلامة الإعرابية له؟ نلاحظ الحركة الأخيرة هنا ظهرت أحسنتم الكسرة من؟ إذن هنا حرف جر الإسم المجرور له؟ أحسنتم سؤال وما العلامة الإعرابية لهذا الإسم؟ أحسنتم ممتاز قلنا الكسرة إذن هنا ميزنا حرف الجر والإسم المجرور وماذا؟ والعلامة الإعرابية سريعا نتوقف حتى نقوم بنقل الإجابة هنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحظة إذن نريد أن نستخرج هنا حرف الجر لاحظوا معي الإسم المجرور عبد الله إذن للحرف الذي يسبق هذا الإسم أحسنتم عن والعلامة هنا سنقول أحسنتم العلامة الإعرابية هي الكسرة أيضا لدينا أيضا لدينا اسم المجرور آخر إذن نبحث عن حرف الجر وإسمه نعم في والإسم سيكون وجهه وما العلامة الإعرابية أحسنتم الكسرة الجملة الأخيرة أحب من يحول الطين إلى آنية للزيت أو العطر إذن حرف الجر هنا إلى الإسم المجرور سيكون أحسنتم آنية وما العلامة الإعرابية هنا للإسم قلب ماذا الكسرة أيضا لدينا حرف جر آخر لاحظوا معي الإسم الزيت إذن للزيت إذن هنا حرف اللام وما العلامة الإعرابية قلنا أحسنتم الكسرة إذن نستنتج معا بعدما قلنا بتحليل الأنفلة نقرأ معا حروف الجر هي حروف تجر الإسم الواقع بعدها إذن حروف الجر ستجر ماذا الإسم الواقع بعدها من حروف الجر إذن من هذه الحروف من إلى من حروف الجر وإذن من حروف الجر الإسم الذي يقع بعد حرف الجر سيسمى سيسمى الإسم المجرور أيضا من من استنتجنا معا علامة جر الإسم المجرور بحرف الجر هنا إذن ماذا كانت العلامة في جملنا السابقة؟ أحسنتم الكسرة أطبق أضع في كل فراغ مما يأتي حرف جر مناسب إذن لدينا جمل سنضع حروف الجر حتى نكمل هذه الجمل نتوقف هنا في أقل من دقيقة حاولوا الإجابة ثم أستعرضها أنا معكم ترجمة نانسي قنقر إذن نجيب معا أضع في كل فراغ مما يأتي حرف جر مناسب إذن سنضع من حروف الجر يوصينا ديننا فراغ إتقان العمل سنتم يوصينا ديننا بإتقان العمل ويحثنا فراغ السعي سنتم ويحثنا على السعي وكسب العيش بالحلال ويؤكد على إعطاء العمل حقه كي نصل نعم كي نصل إلى القمة إذن هنا قمنا بإكمال الجمل بماذا؟ بحروف جر مناسبة اثنان أضع في كل فراغ اسما مجرورا مناسبا من الكلمات في الشكل المقابل إذن الآن سنقوم بوضع أسماء جر مناسبة لدينا من أسماء الجر العيوب ناظر ذهب النفس نقرأ معا إن كان الكلام من قضة فالسكوت من إذن سنختار أي اسم من الأسماء أحسنتم نقول فالسكوت من ذهب الجود بماذا؟ إذن لاحظوا معي قمنا باختيار ذهب الجود أحسنتم ممتاز الجود بالنفس أقصى غاية الجود إن غدا ل قريب أحسنتم إن غدا لناظره قريب أكرم النفس إذن تبقى لنا الإسم الأخير أحسنتم ممتاز أكرم النفس عن العيوب إذن هنا قمنا بماذا؟ بوضع الإسم المجرور المناسب ونلاحظ أن الحركة التي ظهرت على هذه الأسماء كانت أحسنتم قلنا الكسرة ثلاثة أجيب حسب ما هو مطلوب بين القوسين سلمت على أخي أضع مكان الإسم المجرور المذكر اسماً مؤنثاً أيضاً نظرت إلى قمة الجبل أضع مكان الإسم المجرور المفرد جمع تكسير إذن قوموا بماذا؟ بتنفيذ ما بين القوسين في أقل من دقيقة ثم أعرض الإجابة معكم ترجمة نانسي قنقر إذن نجيب سلمت على أخي أضع مكان الإسم المجرور المذكر اسماً مؤنثاً إذن الإسم المجرور هنا كان أحسنتم أخي إذن مذكر سأضع بدله اسماً مؤنثاً سنقول سلمت على أختي أحسنتم نظرت إلى قمة الجبل أضع مكان الإسم المجرور المفرد المفرد جمع تكسير إذن أولاً نتعرف على الإسم المجرور هنا أحسنتم قمة إذن هنا مفرد سأحوله إلى جمع تكسير سنقول أحسنتم ممتاز نظرت إلى قمم الجبال نكمل معنا للوالدين حق عظيم أضع مكان الإسم المجرور المثنى اسماً مفرداً الإسم المجرور هنا الوالدين إذن سأضع بدل المثنى مفرد سنقول أحسنتم للوالد حق عظيم نفخر بالمواطنين الصالحين أضع مكان جمع المذكر السالم جمع مؤنث سالم إذن نضع إذن سنحول من جمع المذكر السالم إلى جمع مؤنث سالم سنقول أحسنتم نفتخر بالمواطنات الصالحات إذن هنا قمنا بالتحويل من جمع مذكر سالم إلى جمع مؤنث سالم ننتقل معنا أربعة أربط الوظيفة النحوية في العامود الأول بالحالة الإعرابية في العامود الثاني والعلامة الإعرابية في العامود الثاني الاسم المجرور درسنا اليوم أحسنتم الجر المبتدى نتذكر تعرفنا سابقا دائما المبتدى والخبر ماذا أحسنتم مرفوعا إذن الرفع المفعول المطلق إذن هو أخ لمن المفعول به إذن النص والفاعل هنا أحسنتم نقول الرفع إذن بعدما قمنا بالإيصال معنا نلاحظ أن الحالة الإعرابية والعلامة الرفع ستكون دائما العلامة لها هنا الأصلية أحسنتم الضم والنص أحسنتم الفتحة والجر ستكون نعم نقول الكسغة إذن هنا قمنا بإيصال كل وظيفة نحوية بما يناسبها من حالة إعرابية وماذا والعلامة ننتقل معنا أخيرا ماذا تعلمنا في درسنا اليوم أحسنتم نقول تعرفنا على الإسم المجرور وميزناه اكتشفنا العلامة الأصلية للجر إذن طلابي وطالباتي نتوقف أنا وأنتم عند هذه النقطة أشكركم جزيل الشكر على حسن إنصاتكم لي وألتقيكم بإذن الله في حصة مقبلة وإلى اللقاء